مليار دولار عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدير شركة كورفاك الطبية الألمانية التي تعمل على تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا في سبيل بيع العقار الطبي حصريا للولايات المتحدة العرض هذا أدى لصراع طبي بين ألمانيا وأمريكا كانت أولى جولاته إقالة مدير الشركة الطبية الأمريكي الجنسية دانيال منشيلا واستبداله بإنج مارهير الألماني جنسية وفضلا عن ذلك فإن الصراع قد يمتد إلى الاستحواذ على اللقاح الذي قد يكون جاهزا في نهاية شهر تموز القادم حيث لم تنفي الحكومة الألمانية تقديمها حوافز مالية لشركة كورفاك في وقت تشير فيه التقارير إلى إمكانية منع الشركة من بيع العقار الطبي لأمريكا باستخدام قانون وقف العمليات التجارية التي تمس بالأمن القومي الألماني بين هذا وذاك تؤكد شركة كورفاك في بيان لها أنها ترفض كل الشائعات الحالية مشيرة إلى أنها تسعى بكل جهودها لتطوير لقاح بهدف مساعدة المرضى في كل أنحاء العالم ما يعني رفضا ضمنيا للعرض الأمريكي